هلو هلو طبقنا اليوم طعمة مطبيعي راح نسوي طاجن او طاجن الضلوع بالخضروات والفلفل الحار وندخلها الفرن الطعم خرافي يلا نبدأ اول شي اخلي جدل على النار اخلي بي شوي زيت ونخلي ابهارات صحيحة خليت اني ورق الغار وقرنفل وخليت بعدين عليهم بابركة وكمون وكاري حمستهم زين بالزيت وجبت الضلوع وقطيتها اللون يعني خليتها بهذا الزيت اللي صار كل البهارات قلبتها عجهتين بس حتى تاخد لون ذهبي وصير بيها طعم كل البهارات اللي ضفناها ورما وصلنا لهذا اللون راح اطلع الضلوع من الجدور وابدي احمس باقي المكونات اول شي راح احمسه البصل البصل مسويته قاني على شكل شرايح احمس البصل اخلي عليه الثوم وراح اضيف لهم فلفل حارو هذي شي اختياري براحتكم اذا تحبون اضيفون الفلفل او ما اضيفوه واخر مكون طماطع الطماطع راح اقلبها عجهتين واضيف شوي ملح وحسا ارجع عليهم نضلوع اخليهم شوي على الناشغل الدقايق وابدي احضر الصلصة وهذا صار شكل هاي هسا راح احضر صلصة اللي راح اخليها على اللوع الصلصة عبارة عن زيت وراح احمس شوي معجون واخلي على المعجون دبس الرمان انا حطة هواي بهارات فما انكو داعي تخلون اي بهارات اذا تردون خلو بس شوي ملح وخلو له مي خلو هاي الصلصة فورشة للدقايق على النار بس يعني تنخلط كل المكونات سوا بعدين حطوها على الجدر اللي بيضلوع وبيلخوط روات هسا نلفهم بورق الزبدة وورق الألمنيوم ندخلهم الفرن عادة نجد حرارة 200 المدة ساعة تقريبا وبعدين نفتحهم حتى تتحمر الاكلة كلها وهي شي راح يصار شكلها الطعم صار يخبل طعم البهارات وكل شي حمسنا سوا وستوى تلضلع كلش والسلصة اللي صارت وياها رهيبة هذا الطبق طعم يخبل لازم يتجربوه بالعافية مقدما اكتف في الوصف نقraft جديد من суش انت town نرجح حرة شكرا حرة